دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي كان بيأكد أن علي معلول الظاهير الأيسر للفريق قطع شوت كبير في تنفيذ برنامجه التأهيل الحمد لله بيتعافى من الإجهاد في العضلة الخلفية حاليا معلول كمان بينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيل ده للتعافي من الإجهاد بنسبة 100% يمكن دكتور كمان كان بيوضح أنه 48 ساعة اللي جاية هي دي اللي هتشهد حسم عودة معلول بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق طبعا كل ده استعدادا لنهاء دوري أبطال أفراقيا المحدد لها يوم 6 إن شاء الله بإذن الله علي معلول وكمان مروان محسن كمان النهاردة بيستكمل إجراءات للتنفيذ برنامج التأهيل نحن عارفين برضو كان مروان عنده بعض الإجهاد العضلة للعام بشكل عام ما فيش إصابة ولا حاجة لكن فيه إجهاد عام لمروان قال الدكتور خالد محمود طبيل فريق إن مروان بيقدي بتدريبات تأهيلية على هامش المروان تمهيدا كمان للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية مؤكد طبعا إن تحسن حالة اللعب واقتراب وبشكل كبير جدا وإعلان جهزيته زي ما بقولك هو مش إصابات يعني آه كان فيه إصابة شوية العالم معلول إصابة عضلية شوية لكن مروان كان عنده إجهاد عام وده المرحلة اللي بنتكلم عليه عملية التجهيز موسمان يشوف اللعيب ممكن ياخد راحة ممكن حتى لو جايز يقول له لأ النهاردة تريح أو تجري حوالي الملعب شوية كلها دي إجراءات يعني إجراءات طبعية جدا لتجهيز اللعبين على المستوى البدني وعلي معلول طبعا إحنا كنا نسأل وإن شاء الله بإذن الله يكون متواجد إن شاء الله الفترة اللي جاية في التدريبات الجماعية استعدادا لطبعا النهاي الأفريكي إن شاء الله اشتركوا في القناة